كفازي؟ كلمة سألتوني عنها كتير وكلمة بيستخدموها الألمان بشكل كبير ضمن الجمل بالمحادثات شو معناها وشو استعمالاتها هده الشي كله رح نتعرف عليه بفيديو اليوم معكني الهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع الهان وبدون أي إطالة خلونا نبلش موضوع فيديو اليوم هو عن كفازي وهي عبارة عن ظرف أدفعب معناها تقريبا أو إلى حد ما إذن كفازي معناها تقريبا أو إلى حد ما ناخد عليها مباشرة مثال لنوضح المعنى فمثلا لو كنت على الطريق رايح تزور فيك أم دا قالك تليفون وقالك وين أنت؟ وو بيستو؟ فأنت بي هالحال فيك ترد علي وتقلو إذن لاحظ هون إنك إلتلو أنا على الطريق إليك نصف المسافة تقع تقريبا خلفي يعني إنك أطعت نصف المسافة تقريبا إذن بهالحال استخدمت كفازي ليش؟ لتقول تقريبا أو إلى حد ما إذن أنا على الطريق إليك نصف المسافة إلى حد ما تقع خلفي لنفرد بعد نصف ساعة رجع اتصل فيك وسألك فو بيستو جغاد؟ أين تكون أنت الآن؟ لاحظ هون إن استخدمت جغاد وليس يتست حفظوها هاي بهالحال بتسأل بتقول فو بيستو جغاد؟ أين تكون أنت الآن؟ وين صرت يعني؟ بهالحال فيك ترد عليه وتقلو في حال قربت توصل فيك تقلو ناخد مثال آخر لتوضيح المعنى فمسلا فيك تقول إذن زميلي في السكن أو شريكي في السكن يكون صديقي المفضل هو يكون تقريباً مثل أخ لألي إذن لاحظ هون إنك استخدمت كفازي أيضاً بما معناه تقريباً أو إلى حد ما هو يكون إلى حد ما كأخ لألي مثل أخ لألي في عندنا كمان استخدام تاني لكلمة كفازي فيك تستخدمها للمقارنة بين شيئين متشابهين إذن كفازي فيك تستخدمها لتقارن فيها بين شغلتين بيشبهوا بعضهم إلى حد ما فمثلاً لو سألك شخص ما عن الحرب في سوريا وإنت حبيت إنك تقارن هاي الحرب مع الحرب العالمية التانية ففيك تعطي جملة على الشكل التالي إذن الحرب في سوريا لديها تقريباً حجم الحرب العالمية التانية لاحظ هون استخدمت كفازي للمقارنة بين شيئين اللي هنن الحرب في سوريا والحرب العالمية التانية إذن الحرب في سوريا لديها إلى حد ما نفس حجم الحرب العالمية التانية أو حجم الحرب العالمية التانية هذا كان كل شي لفيديو اليوم بتمنى إني أكون قدرت وصل لكم المعنى الكامل لكفازي وطرية استخدامها حتى تقدروا أنتوا كمان تستخدموها ضمن الجمل في المحادثات كان معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان لا تنسوا دعم القناة لايك سبسكرايب اشتراك وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر